في ذاك اليوم كنا طلاب في كلية الصيدلة وعندنا اختبار عملي والاختبار العملي مهم جداً عليه درجات كبيرة مرة وفي اختبار العملي يعطوننا مادة مجهولة ما تعرفوا شيء بالحقن في بعض الحيوانات تكتشف ما هي المادة مثلاً وهذا للطلاب عشان يعرفون وش هو العلم الصيدلة المورفين مثلاً لو تحقنا في الفار الصغير ذيل الفار يصير على زي حرف S فيسمى S-shaped tail هذا على طول أول ما الفار يصير ذيلة زي حرف S نكتب أن المجهول مورفين الأنفيتامين أو الكابتاجون أو الدويل هذه الأخرى المنبهة إذا حقنتها في الجرذ الكبير يصير شعره ينتفش كذا ويصير يمسح أنفف في الأرض ويصير عصبي فتعرف أن هذه المادة أنفيتامين فإحنا عندنا اختبار شديد وجالسين أحقاً في الحيوانات عشان أشوف وش المادة فالأبرة انسدت فأنا أضغط على الأبرة نفس أبرة الأنسلين هذه أضغط يرجع الضاغط حقها أضغط ويرجع ونرفزه قدامي زميل وبعيد يعني فقعدت أضغط وترجع قاومتني رح تلغطها قوة كذا من غير شعور فالأبرة حقاتها طلعت ودخلت في عين زميلي اللي قدامي بيني وبينها بينش ضربتها في عينها فعلى الطول مسك عينها وصرخ والطلاب اجتامعوا ودكات رجوا ومنحسن الحظ أنه الأبرة كانت ما هي في العين ولكن في جنب العين في الجلد بين الجلد والعظم دخلت فطلعناها وطلع دم يعني بسيط ورجعنا للاختبار فالزميل هذا الله دي كل ما طالع فيه أنا مشغول في الاختبار كل ما طالع فيه خايف يسوي كذا بعينها فخلاني ما عد قدرت أعرف قلت للدكتور أنا لا مجهول ولا معروف أقدر أكتشفى الآن بعد اللي صار يا تبعدون هذا عني وفعلا يعني أبعدني عن الدكتور كنت في حالة عصبية يعني خايف العين بالعين ولكن الحمد لله مشت الأمور شكرا